تضرب مصالح هاجيلها مرة تانية بس كتير من الجماهير اروح لكريم وكريم يمكن احنا دردشنا مع بعض شويتين في اكتر من نقطة قبل الهوى وقلت الحقيقة انه وحتى في اللا كرة انتوا كتبتوا الحقيقة يعني فيما اتعلق بفكرة الجدارة الرياضية وده كان الحياة تارين محترم جدا خليني اتكلم معكم مع الجمهور في ان انا اطلع من حتة الدايئة يعني من فكرة انه خسارة النادي لمطش او لنقاط مباراة بسبب او بفعل فاعل نعم لصورة ممكن تكون اوضح او السيناريو ممكن يكون بينقوا سين كده معد مسبقا مرتبط بشكل ومصير بطولة الدوري السانية دي هل بترى انه السيناريو ده في خطوات بتترجم على الارض محاولة لتطبيقه شوف يا احمد طبعا اكيد في اي منظومة طالما تم طرح سؤال لمن يدير المنظومة ولم يجيب عليها او تهرب من الاجابة فهو هنا بيقول بشكل غير مباشر لأي حد فكر انت يعني احنا اول حاجة بنعمل وخلينا نتكلم عشان بدينا واضحة الطرح اللي انت بتقوله ده نبدأين كده اسمحلي انا كمزيع يسير الشبهات يعني لما يكون في حد مسؤول عن ملف معين بيانه انا بتكلم على كرة او غير كرة ويبقى غير مدرك او مش على دراية بهم مسؤوليته وبصلاحياته وما يديش رد ده يسير الشبهات نعم وخلينا كمان نمشي بتواريخ لان التسلسل الزمني بيخلي دايما المشاهد والمتابع يشوف الصورة تمام نبدأ بدسمبر 2020 في دسمبر 2020 موضوع بسيط نعمل نستالجيا بسيطة وفلاشباك عشان السادة مشاهدين يبقوا مشرين معانا واحدة واحدة في ديسمبر 2020 تم اقالة اللجنة الخماسية برئاسة الاستاذ عمر الجنين من قبل الفيفا وتم تغييرها بلجنة سلسية يقودها الاستاذ احمد مجاة وانسعب مجاة مسعب مجاة في ديسمبر وكان فيه طلب لإقامة انتخابات الاتحاد الكورة في نهاية يناير بطلب الطلب ده تم رفضه بنقبل وزارة الشاب والرياضة لان فيه وفيه جدوى اللي احنا ماشينا عليه بإقامة انتخابات الهيئات الرياضية في الفترة من يوليو لغاية اكتوبر متضمن انتخابات الاندية ومشين دي اول نقطة خلاص خلسنا منا نخش في التانية الدوري ده مش هيكمل طب يا جماعة مش هيكمل ليه عشان الاجندة بتاعتنا مضغوطة مضغوطة جدا واحنا كمان اضغطنا سالة اللي فاتت ولسه السالة الجاي وكل ده خلي بالك كان قبل اطلاق مفهوم كاس العرب في شهر ديسمبر الجاي تمام كده طيب فانت جيت قلت طب يا جماعة ماينفعشنا الدوري والمصالح بتاعت الناس والكورة دي ناس كده شغالة فيها فالك اوكي خاص احنا هنعمل ما في واسعنا عشان نكمل الدور تمام نخش في الحتة التالت هنلغي الفار بدون قد نصابك هنلغي الفار ليه يا جماعة عندنا مشكلة مع الشركة الاسبانية ما جماعة ماينفعش قصة الحكام عندهم مشاكل وانت كمان لو لغيت الفار الموضوع هيبقى في مشاكل اكتر فبعاديها بـ 48 ساعة لا يا جماعة خالص احنا اتفقنا مع الشركة الاسبانية والحمد لله وزي الفل وهنكمل تمام كل الامور دي انت شايف ان هو فيه ما يوجبه تصنيع لازماته لغاية لما جه في وجهة نظر الشخصية اول سؤال فشل جميع مسؤول اتحاد الكورة في الاجابة عليه وتهربوا من الاجابة عليه وهو لماذا تم ترحيل مباراة اسوان والاهلي من اسبوع السبعة تاشر في الجدول الذي تم نشره في يوم 28 ابريل الماضي لأسابيع الدوري لغاية اسبوع الاربعة وثلاثين هو المفروض ينتهي حاليا 30 سبتمبر السؤال ده سؤال عادي جدا مباراة ولا هي جماهيرية ولا هي مهمة في ترتيب اي شيء ولا لها اي مغزة غير حاجة لها صفة واحدة فقط انها المباراة الوحيدة المتبقية من الدور الاول للدول بس طيب احنا توجهنا بالسؤال ده لمسؤول اتحاد الكورة وتم التجاهل تماما وما فيش اجابة طيب سبناها يعني احنا عرضنا الامر وخلاص ومشينا جينا بعد كده لقينا ان الاتحاد الافريكوي بيطلع قرارات من حوالي 3 ايام بيقول فيهم قرارين مهمين جدا 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 واحد ان انت لازم تيجي يوم 30 يونيو تحدد لي الاربع اسامي اللي هيمثلوا مصر في بطولتين دور الابطال والكونفدرالية للموسم القادم اللي هو 2021 22 22 يوم 30 يونيو والقوايم بتاعة الاربع عندها دول يجب تسجيلهم خلال 3 فترات قيد تبدأ من 10 يوليو 10 20 30 وتنتهي 30 سبعة يبقى هنا انت ضربت الموسم القاروي المصري في مقتل ليه لان الموسم هينتهي 30 سبتمبر وبالتالي في وسط المنافسة مش هنقدر نقول من البطل من الوصيف من اللي هيشارك في الكونفدرالية ومين كان من اللي هيهبط دي نقطة مهمة في مخرج ايه هو في مخرج انه في حالة عدم استكمال البطولة نعم يتم يعني وده هنا هينقلنا نقطة او ملف الجدارة الرياضية ازاي تم تحديد حوية بطل المسابق جميل جد وبالتالي هتجمل بقى اللي شارك قبل كده مكانة الجدارة مهنا يساقصان بقى هنرجع للليحة يمكن نصف ناس حبايب برضو لأ مهنا في لايحة يا رب زي ما احمد ألف الأول ايه السؤال هنا عندين لوايح انت بتطبقهاش طب تعالي نرجع للليحة اللايحة دي من اللي حطها الاستاذ مازم مرزوق رئيس لجنة المسابقات أيام لجنة الاستاذ عمر الجني اللي هي أصلا اللجنة اللازي كان ويعني وجه لها الاستاذ أحمد مجاهد سيل من الانتقادات سيل من الانتقادات تمام كده طيب اللي حابتقول ايه في حالة تم إلغاء الدول عدم استكمال المسابق اه مش إلغاء هيبقى عدم استكمال المسابق عدم استكمال عدم استكمال صحيح لأسباب أو زروف يعني ما فيش على القرار من حد لجنة لزروف لزروف كهرية لزروف كهرية خارج عن أراضتنا هنطبق معيار اسمه معيار الجدار الرياضي تمام وهذا المعيار ينقسم عشان نقول هنطبقه ينقسم إلى جزئين الشك الأول لو انت كملت نص الموسم أو 153 مباراة لو كملتهم نطبق المعيار ماكملوش نلغي الموسم وكأنه لم يكن تمام يعني احنا لو ما خلصناش نص الموسم اللي هو نهاية الدور الأول أو ما يوازي 153 مباراة من الموسم ككل يبقى احنا كده يا جماعة ما لعبناش حاجة وشكرا زي ما أستاذ عصام قال ناخد اقف اقف عند النقطة دي لو تم إلغاء الموسم لو تم إلغاء الموسم ده معناه انه مش هيبقى فيه تحديد لهوية أو لترتيب الأندية اللي من حقها المشاركة في بطولات الأفريقية نعم هل في الحالة دي مش مفيش تعديد طبقا للجدارة اه طبقا للجدارة لنسا ما جيتش للجدارة لنسا ما جيتش للجدارة هناخد الأندية اللي مسلونا المسلم الأخير تمام وتلغي الهبوط مفيش هبوط خلص أما إذا كان فيه شرط الجدارة اللي لها بالنسبة لي أو بالنسبة لجميل لسه مش واضح المعيير اللي بيتحدد على أساسها اللي انت هتشرحها لنا دلوقتي نعم بيتم تحديد هوية الأربع فرق اللي شاركه فيه دوري أبطال وكونفيدرالية في نسخة جديدة بترتب الأندية كلها من المركز الأول للمركز التمنتاشر على حسب المعيار اللي محطوط للجدارة في حد في مصر عارف المعيير دي وكيفية الفصلة فيها وكيفية تحديد هوية الأربع عندها لأ الإجابة لأ منين جاء المشروع بتاع الجدارة ده نبدأ بقى من الأول السلسل لا أقصد هوية النسخة خدنا منين في العالم في العالم دولتين فقط طبقوا معيار الجدارة رياضية الموسم الماضي وهم الدوري الفرنسي والدوري الهولاندي اللي اتنين فقط هم اللي طبقوا المعيار ده على إيه بقى؟ بمعايير واضحة ومباشرة مفيش أي حد ممكن يقولك المعيير دي صعبوه هي إنه هم لقوا إن الدور الأول كله خلص كان باريس سان جرمان فارق 12 نقطة عن بقية الفرق فأنا خلاص يا جماعة احنا توجعين دماغكم إيه إحنا لعبنا نص الموسم وانتهى الموضوع فهنطبع المعيار المعيار إيه ببساطة؟ هنقسم عدد النقاط على عدد المباريات اللي كل فريق لعبها حتى لو ما تسووش ونطلع بنسبة اللي نسبته أعلى هو اللي يترتب أعلى وشكر لو تسوينا نحسب فرق الأهداف بزي ما بنعمل في الدور هيا هيا بس هذا المعيار بتاع الجدارة الرياضية الفيفا ما لهاش دعوة به الوفا ما لهاش دعوة به ما فيش أي اتحاد قاري لا تحاد دولي ولا تحاد دوري خالص هما بس دولتين فرنسا واهلا والأستاذ مزي مرزون خد الموضوع وحطوا عندنا طيب الأنبياء اجتمعوا مع الأستاذ أحمد مجاهد يوم 25 يناير وقالوا لو سمحت احنا مش موافقين على اللي عمل الأستاذ مزي مرزون مش عجبنا الوفا سحب مجاهد قال لهم في الاجتماع ده وانا كمان معاكم المعايير سيئة وطلع في التصريحات اعلامية وقال انا هغير هذا الكلام جينا يوم 19 فبراير الماضي وتم تسريب تم تسريب خبر من اتحاد الكرة تم نشره على بعض المواقع الالكترونية بان اتحاد الكرة لغى معيار الجدارة الردي ولن يطبقوا وخالي باقي نتو سحمد نقطة مهمة جدا ان احنا في الوضع الحالي بتاعنا في جدول الهبوط النادي الاسماعيلي النادي الكبير النادي الجماهيري الكبير يعاني هذا الموسم من موسم صعب شوية ونضيف عليه ان فيه 3 نقط اتخصموا تأكد اتخصمهم من 3 ايام من لجنة الاستئناف في قضية ابراهيم حسن وتم غلق القضية يعني النادي الاسماعيلي قبل مباراته وفي الوقت الحالي قدام نادي الجونة هو عند 14 نقطة وما عندوش 17 نقطة وبالتالي هو يعاني قصم منه 3 ايام تماما فيه موضوع الهبوط طيب نحاول بقى نربط الخيوط ببعض لا بس انا عايزك الاول ترجعلي لفكرة عدم وضوح المعيير نا طبعا فيما يتعلق بالجدارة طبعا يعني النهاردة مثلا الاهلي عنده فترة توقف طويلة نسبيا نعم هل دي تأثر على فرص النادي الاهلي في اذا ما طبقت الجدارة اذا طبقت الجدارة طبعا انا مبدئين الناس ما تعرفش ايه المعيير اللي على اساسها ونص المباريات دي مرتبطة برقم يعني انا عندي مثلا عدد مباريات الدوري 360 مباراة هل ده معناه انه نص الموسم 150 مباراة ولا معناه اذا انتهت مباريات الدور الاول الله اكبر عليك ده اهم سؤال في هذا الامر وبالفعل توجهنا بالسؤال ده الاحد مسئولي اللجنة اللي بتدير موجود في اللايحة ولكن هنطبقه ازاي الله اعلم لسه ما نعرفش لسه ما اتفقناش طب معلش اسألك سؤال تاني وهنا هفترض مش حسن النية هفترض سوء النية نعم اذا ارتبط المعيير بتاع نصف مباريات الدوري ده استاذ عصام بمباريات الدور الاول طب ما الاهلي ما لعبش ماتش اسوان لغادي الله اكبر عليك ما هيدي بقى النقطة هنا النقطة الشائكة يا جماعة فضل يا كريم حطيت ماتش اسوان والاهلي اللي من الاسبوع السبعتاشر حطيته في شهر اغسطس تقريبا ما بين الاسبوع التلاتين والاسبوع الاربعة وتلاتين ليه حطته في الاخر عايزين نعرف ليه يعني النادي الاهلي فوجة نظري لم يشتكي بسبب الضغط لا هو اشتكى بسبب الترتيب ليه الماتش ده اتشال وفيه ماتش المقص برضه اتشال بس لا انا عايز ماتش اسوان لان ده الماتش الوحيد ماتش بخصك مفودي يبقى اول مطف في الدول التاني طيب ما انت ما جاوبتنيش يبقى خلاص انت اديتني الحرية ان انا افكر زي ما انا عايز كل واحد بقى اجتهد زي ما هو عايز انا ما ابدأ افكر واقول طيب دلوقتي بالقرارات التي تلحها الكاف دي يا احمد نسبت عدم استكمال المسابقة بتعلى ليه لان انا عندي ازمة النادي الاهلي النهاردة ونادي الزمالك بصفاتهم اكبر اندية بتعمل تناقلات يعني اللاعبين كتيرة في الصيف هيجي يقول لك انا عندي مشكلة في القائمة الافريقية السنة الجاي يعني كده معناها اننا هلعب بما لا يقل عن 20 لعيب ربما انه ماشيهم واستفقات الجديدة مش هلح اقايدها ليه لان نظام القيد المصري مش هيبقى لسه تفتح هقايدهم ازاي فهنا في معضلة طيب فانت بالتالي هتيجي تقول له اسهل حل بالنسبالي خلاص يا جماعة طبعا نتفق ما نستكملش المصابقة ولو صباح تلحق بسرعة افتح لنا القيد المحلي يوم 10 ستة عشان الحق اقايد اللاعب بتاعتي عشان تبعت اسمي والحق ابعت القائمة الاولى امتى 10 سبعة طيب لو احنا بقى هو ده المغزى او الهدف اللي احنا رايحينه يبقى النهاردة هشك في ان المطشاط اللي ما بين شهر ابريل و 1 ستة انا بيتم التعنت معايا عشان اخسر فيها اكبر عدد من النقاط عشان لما تيجي مثلا مثلا بقول مثلا انا بفترض ما يبقى ليش اجة تكل فتيجي تقول لي خلي بالك احنا لعبنا 153 ماتش فبالتالي هنطبق الجدار الرياضية وانت مركزك بقول مثلا مثلا والله مثلا انت مركزك التانية والتالت طب لنا افترض ان انا بيت الاول فممكن تقول لي لا خلي بالك انا مش هطبق المعيار ده ليه مش هطبقه عشان حضرتك عشان حضرتك عندك مبرامة دور الاول ما لعبتهاش هل ينفع عديك بطولة دوري والنادي الاهل ما لعبش اسوان ولا ازهاب ولا اياب فانت هنا مدام ما ثبتش المعيار من الاول انا ممكن بكلم انا كلسان واعب جمه الاهل طب لما انت مجاوبتش انا ممكن اقول انت هتلعب باية لو انا حصلي كذا هتطلع لي كذا لو انا حصلي كذا هتطلع لي كذا وبالتالي يجب على اي ادارة في اي مكان حتى بعيد عن الكورة انك بتقول الناس بصوا يا جماعة ده المعيار اللي هنمشي عليه من البداية من البداية طبعا من شوية هنا مهم يا كريم جدا طبعا انا مفعش هلعب مسابقة وانا مش عارف المعايير الفصلة فيها والموضحة لكل قواعدها طبعا من قبل ما من قبل ما ابتدي طبعا لازم الامور تبقى في منتهى الوضوء طبعا هي يفتح